كل حرب تسعى لخاتمة سياسية بيد أن النزاعات الدامية في اليمن تأبى الانتقال من الميدان إلى مرحلة تجمع جميع الأطراف حول طولة المفاوضات التصعيد هو سيد الموقف هكذا يمكن وصف المشهد اليمني على جباهاته العديدة في الضالع معارك كر وفر بمساندة جوية من التحالف العربي حول السيطرة على دمت تكبد جماعة الحوثي قتل وجرح في محافظة البيضاء قتل ما لا يقل عن عشرة عناصر من جماعة الحوثي في هجومين منفصلين للقوات اليمنية وفي شبوع جنوبي البلاد يقوم التحالف بشن غرات على مواقع للحوثيين في بلدة بيحان أما نجمة اليوم فهي تعز حيث تشهد اشتباكات شريسة أدت إلى مقتل أربعة مدنيين بقسف شنه مسلحون حوثيون كما وسقت عدد من القتل من صفوف الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح إثرى قسف لقوات تحالف العربي بالمدينة بينما يستمر التحالف العربي بشن غرات مكثفة على مواقع وتجمعات الحوثي وصالح تصل اليوم الدفعة الثانية من القوات السودانية للمشاركة في عمليات التحالف على الأراضي اليمنية حين يكثر الحديث عن حلول سياسية سحرية كانت أو خلاقة للأزمة اليمنية تظهر أمور ميدنية كالتعزيزات الخارجية منها للتحالف ومنها للحوثيين قد تشير إلى تأزم أزمة بات مصيرها مجهولا وحلها عصيا ترجمة نانسي قنقر